او نقابة الساك الحيادية اسمها ال RMT بس هي ال Railway Maritime Transport دي اكبر نقابة عمالية في قطاع الساك الحيادية بس نقابة كبيرة جدا نقابة دي جد قلت لك ايه؟ قلت لك العقود الجديدة اللي معروضة على عمال الساك الحيادية من قبل الحكومة وهي الموافقة عليها طب ليه؟ قالك والله الحكومة عرض علينا خمسة في المية واحنا مش هينفع ان احنا ناخد خمسة في المية فقط لان الظروف المعيشية اصبحت صعبة جدا فمش هينفع ان احنا نقبل بالعقود الجديدة السنوية الحكومة عرضها علينا طب ايه المقابل؟ مقابل بقى ان احنا نعمل اضراب واضراب ضخم جدا وابتدوا الاضراب ده من شهر اللي فيه عملوا 48 ساعة اضراب بعدك ايه 48 ساعة اضراب امته في الويكنز او في نهاية الاسبوع سابته حد يعني عند بريطانيا فالحقيقة ان ده عمل زحمة كبيرة جدا بس اتظهرت كده الحكومة ماتحركتش جي عرض من الحكومة اخيرا بعد الاضرابين دول قالك والله ينزود العمال بتوع الساعة الحدية 7% العمال والنقابة زاد غضبها بشكل اكدر قالك يعني ايه 7%؟ تعالف احنا عاوزين كم؟ احنا عاوزين نسبة التضخم على 5% دي يعني كم؟ 11% تضخم ساعات هالشهر اللي فات كان مسجل 11% دلوقتي تضخم في بريطانيا 10% و7% يعني قول برضو 11% ماشي؟ فهو العمال الساعة الحدية بتقولك ايه لا 5% دول عليهم بقى نسبة التضخم بقى يعني 19% كده تحطوا عالترابيزة واحنا من تاني يوم نركع الشهر نصر الحكومة ايت لك لقى والكلام ده انا كنت اتكلمت فيه قبل كده بس نفس المطلب اتكرر في القطاع التمريب الممرضات لاول مرة في التاريخ للنقابة بتاعتهم تقولك والله احنا عاوزين كمان زيادة